طيب في ناس نوعيات بالنسبة للصليب بورس الرسول تكلم أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وانت تكلمت أن في الصليب ظهر بر الله وحكمة الله وعدالة الله وقوة الله ومحبة الله ومن ناحية تانية بتظهر بشاعتنا بشاعة الخطية أنه إحنا في آدم إحنا اللي صلبنا المسيح خطيتي هي اللي صلبت يسوع المسيح فإيه الموقف يعني في ناس ما هو في موقف يعني الله رح يطالب كل إنسان مش على أعمال ولا أي شيء الموقف أنه الرافض أو اللي قابل صليب المسيح إيه هاي المواقف إذا ممكن تكلمنا عنها أخي يوسف يعني كنا إحنا شاركنا في الصليب مع أن إحنا جينا بعد الصليب بألفين سنة عبر عنها راجل فنان هولندي عندي بتعبير ظريف هو رسم صورة للصليب والجماعات التي كانت عند الصليب وبعد ما رسم الجنود الأشرار ورؤساء الكهناول ورسم المريمات من بعيد وبعدين رسم نفسه صغير على طرف وكأنه عاوز يقول أنا كنت هناك عند الصليب أنا ما شاركتش بإيدي لكن بخطاياي أنا كنت هناك وأنا بقول إن الرب مستعد يقبل حتى اللي شارك في الجريمة الرسول بطرس في أعمال ثلاثة وهو بيكلم رؤساء الأمة وبيكلم الأمة جمعاء بيقولهم أنا أعلم أنكم بجهالة فعلتم كما رؤسائكم أيضا فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ومرة تاني ماذا نعمل أيها الرجال الإخوة توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا إذن الله يقبل التوبة نعم والإيمان نعم توبة بدون إيمان ما لاش عازة إيمان ما غير توبة ما لاش عازة اللي اتنين مع بعض بيدوا الخلاص توبة مقرونة بالإيمان بالظبط وأنا أناشد كل واحد بيسمعني تدبر الأمر وفكر فيه جيدا يا صديقي أعمالك ما تخلصكش فأنت لو مخلص مع نفسك تعرف قد إيه أعمالك مخلوطة بنجاسات وقضارات وشرور لا أول لها ولا آخر إذا كنت مخلص أما إذا كنت عايز تمشي في التمثيلية إنت حر لكن التوبة والإيمان هم الحاجة اللي بتخلي الله يقبل توبة التائم إنه في الإيمان المسيحي ليس إيمان مبتور يعني مثل السامريين كان يؤمنوا بالطورة ولكن مش في كل الكتاب وكتير من المسيحيين يؤمنون بالكتاب ولكنش عاوز حتى يؤمن في الصليب لأنه ما فيك يعني تآمن بدون الكتاب المقدس بدون كلمة الله اللي عاوز أقوله من خلال يعني اللي عاوز أوصله إنه حتى رسل المسيح كانت رسالتهم مش عن طفولة يسوع ولا شباب يسوع ولا كمال يسوع ولا معجزات يسوع ولا حتى تعليم يسوع مع إنه في كل شيء يعني متكامل لا مثيلة له ولكن كل الرسالة كانت هي صلب المسيح وقيامة يسوع المسيح وهي الرسالة يعني ما فينا نقدر نساير يعني ما في إنسان ييجي للمسيح بدون الصليب وبدون القيامة شو رأيك؟ أقول ماذا قالك كتاب في هذه النقطة؟ قال أبو لس في كوريخ وفي الأولى أصاح 2 لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح شخصه وإياه مصلوبا لا في حاجة تالتة كمان مهم أن نحن نركز عليها الكتاب الكتاب واحد والعمل واحد والشخص واحد في درج الكتاب أدي الكتاب مكتوب عني ده المسيح بيقول كده أن أفعل مشيئتك يا إلهي سورك فهنا نجد هذه الثلاثية كلمة الله الكتاب المقدس اللي بتقدم لنا شخص وعمل من هو الشخص؟ المسيح ما هو العمل؟ الصليب وأقول لو كان المسيح عمل من المعجزات أدي كده مئة مرة وقال من الموعز أدي اللي قالها مئة مرة ولم يصلب كم واحد كان هيخلص؟ ولا واحد مفرد في كل التاريخ بدءا من آدم وهابيل إلى آخر واحد حيقابل المسيح ويخلص ما كانش حد حيخلص بدون عمل الصليب موسيقى 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 موسيقى